موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في اليوم المغتربين اللبنانيين صاروا اكتر بكتير من اللبنانيين اللي عايشين بلبنان ومن بعد ما نشوف الحالة الامنية والسياسية والفراغ بالحكومة اللبنانية منصر نفكر اذا لازم نبقى او نروح اكيد انا شخصيا ما بروح ولكن في كتير ناس بتفكر بالاجيال الجديدة بولادة اذا لازم تبقى او لا اليوم حلقة كتير خاصة لانه ضيفي كاتب لبناني ولكن له 25 سنة عايش بامريكا اكيد ما بيفكر يرجع طول على لبنان ولكن بكتبه كلها ودراساته بيطرح اسئلة واجوبة وحلول حول كيف المغترب اللبناني ممكن يساعد وطنه وكيف وهذا ابدا الحكومة اللبنانية فيها تخلق مشاريع تقدر اكيد تجلب اهمية وعن الاعتبار اللي عندهم ياها المغتربين لوطنهم واليوم اربط اكيد الانتخابات شو رأي المغترب بهالموضوع شو دوره كل هالاسئلة اليوم حنلاقي اجوبتها مع السيد ويسام يافي اهله وسهله فيك بلبنان شكرا اهله وسهله فيك بستوديويت الام تيفي شكرا ويسام يافي انا من تقريبا سنة وشوي استضفتك عبر السكايب من واشنطن دي سي وين حضرتك مقيم لك 25 سنة لنحكي عن اول كتاب لقلك واليوم رح نحكي عن دراسة مهمة جدا وكتابك الجديد ايضا اهله وسهله فيك اهله فيك كيف بتلاقي لبنان ويسام انت ما بتجي ديما على لبنان بحاول ايجي مرة مرتين بالسنة نعم ومن وقت ما تركت اماركا بركيا ما بقدر ايجي كل سنة ماز بتمنى نعم بس بحاول قد ما قدر ايجي وجيت يعني حصل لي فرص شوف لبنان بغير طرق بتذكر مرة جينا عملنا دي سراسة انا وكت عم مدرس بالجامعة مفصلي وقتها من كم سنة جيت مشيت لبنان بغير بغير وقت كمان ودايما بحب ايجي عبلدي متكلها المختلفة اكيد على كل حال وقت نقرأ دراساتك وكتبك ويسام منحس قديشك لبناني وفهمين كل شي عم بصير بلبنان من ناحية السياسية والاقتصادية والجيوسياسية من هيك ما في واحد هيك يحكي عن موضوع اذا منو عندو ادراك كامل وشامل عن الموضوع تحب عرف المشاهدين على حضرتك ويساميا في من موليد بيروت سنة 1970 تقلت للعيش بامكا بسنة 1987 وكان عمك 17 سنة بس حائز على نبي اي بالاقتصاد والتمويل وايضا ونبي اي من جامعة هارفورد وايضا عملت كمستشار لجمعية الدولية نجي اوز وبرمت بكل انحاء العالم يعني انت حضرتك بتسافر كتير يعني كمان عندك نظرة عن العالم وشوان بيصير اليوم بالنحية السياسية والاقتصادية اقبلت الكثير من الوأساء والوأساء الوزراء ووضعات وأكاديميين ورجال دين يعني ناس برزين بمجتمعهم وايضا كتبت الكثير من المقالات منا بدايلي ستار والجزيرة وشاينة دايلي وعلى الانترنت ومتمقلت اول تبقلك صدفتك ثرو سكايب سنة الماضي بإنفادي بالديموكراسي في العالم العالم واللي خضرت حضرتك من أجله بـ Harvard Kennedy School of Government George Mason University The Carnegie Institute وغيرة يعني كان فيه اهتمام كتير مهم على هالموضوع لأنه بداي أقول للمشاهدين حضرتك تتطرق لمواضيع ما حدا قابلك تتطرق لها وبطريقة كتير واعية أكاديمية وأيضا فعلية يعني هيدا الحلو اليوم رح نحكي عن يعني اليوم عم بتاعتي نظرت مخترب على الموضوع وأيضا بدي بلش بريبورت حضرتك دراسة عملتها حول المغتربين اللبنينيين ليه الاهتمام بالهالموضوع هل لأنك أنت مغترب أو لأنه بتحس أنه ما في دراسة حول هالموضوع الاثنين يعني أنا اتطلعت شو موجود وحلو واحد لما بدي يحكي عن موضوعي شوف شو إجا قبله ليتعلم منه ولا يزيد عليه فطلعت على موضوع الاختراب وعم جرب شوف أنه كل التغييرات من الكتاب الأول اللي عم بتصير بالمنطقة اللي هي حتمية اللي عم بيصير من ناحية الديموقراطية إلى آخرية عم جرب أفهم أنه هالمغتربين يا ترى بيقدروا يساعدوا بلادهم وما بس عم بيحكي عن لبنان طبعا هالريكورت اللي أنت زكرتيه هو عن لبنان بس كمان عم جرب شوف أنه هالمغتربين اللي بتونس هالمغتربين اللي بمصر كذا هيدا كان نقطة الابتداء بس بعدين فتت بلبنان بعمق وصار كان عم بيصير حكي كتير بالدور المغتربين بلبنان مش لأول مرة بس بعتقد لأكتر مرة عم بتجرب هالدولة برئاسة الجمهورية بعتقد رئيس ميشيل سلمان فخامة الرئيس عم بيجربوا يعملوا شي مع المغتربين بس جربت لقي دراسات وملاقات فقررت أنه عمل دراسة وفوت بعمق لجب شو هي المشاكل بس مش بس مشاكل من ناحية معينة أو دينية أو سياسية بس من ناحية كمان اقتصادية وجربت شوف شو في غير بلاد عم بيعملوا من ناحية المغتربين عم بيزبط ما عم بيزبط وهذا كان حالو كتير طب اليوم من بعد هالدراسة اللي هي فريدة بالنوعة وبتمنى تكون بيد كل مسؤول هالدراسة ياريت ويسام وبعرف أنه هيدا هو كمان اهتمامك اليوم ما هو دور السياسة والاقتصادة اللي عنده يه المغترب اللبناني يعني أنا بعتقد صعب واحد يفصل اتنين بس لنحكي الواقع الدور السياسي للمغترب باللبنان ضعيف نعم أكيد لأنه منه موجود وحتى في الانتخابات منه موجود وحتى في الانتخابات يعني في بس دور ضئيل بالانتخابات مضبوط ما في كتير دور قوي بس الدور الاقتصادي كتير مهم يعني دور الاقتصادي بلبنان إذا بتطلعي على الأحصاءات اللي بتيجي من البنك الدولي بتشوفي أنه تقريباً 20 بالمئة من الاقتصاد اللبنان اللي هو 8.4 مليار 8.4 مليار بيجو من المختربين يعني عن طول تقريباً أكتر من 20 بالمئة 30 بالمئة من الاقتصاد من الاقتصاد اللبناني اللي هو إذا بتخديه كسكتور بالاقتصاد طبعاً أكبر سكتور بالاقتصاد يعني ما في تيليكوم ما في حتى الدولة اللي بتصرف الدولة بالسنة كل هذول إذا بتجمعيهم ما بيطلعوا قد المختربين عم يبعطوا على لبنان فاقتصادياً كتير مهم دور لبنان هاي واحد اتنين اجتماعياً ثقافياً دور المختربين كتير مهمين مثل أنت عاملي مقابلات مهمة كتير مع كتاب مع رجال عمال مع حكمة بكل العالم من هذي الناحية أنا بعتقد في كتير فين عمل للبنان وبالريبورت نفوت بالتفاصيل شو اللي في نعمل مش بس للبنان يستفيد من المختربين بس كمان للبنان يفيد المختربين هاي ده يكتر مهمة هاي ده رؤية ما بعتقد حدا نشايفها دايماً نحنا منطلع أنه كيف هالمختربين يقدروا يفيدوا لبنان طب بدل ما نعملها بس عاطفية ونعتمد على عاطفية المختربين هي موجودة بس ما بعتقد تكفي خلينا نطلع عن مصالحهم المصالح المختربية موجودة باللبنان فإذا كيف منقدر نحنا شو هي يعني شو ممكن اليوم إذا بنا نقول فيه يا مخترب طعا نحنا عم نفكر فيك وطناك بقى مؤمن لك هالشي بيعطيك هيدا الشي شو مثل شو ممكن أنا بقلك من شخصياً بس أنا أنه هلأ عم بشتغل مع كتير مؤسسات مختربين بكل العالم يعني من أستراليا لأرجنتين كلياتنا عنا مثلاً نحنا منحب ولادنا ولاد ولادنا يكونوا أقرب لوطنهم طب كيف فينا نحنا نقربهم لهالشباب كيف فينا نساعد الاقتصاد اللبناني يساعدنا مثلاً أنا عندي شركة تربية طيب ليه ما بقدر مثلاً نقدر جيب عشرة خمسة عشر حداً يعمل من لبنان يجي على أميركا مثلاً بحالتي يقدروا أنا شركتي مانا كبيرة يعني مانا كارلوس سليم أو حداً تاني يقدروا يساعدوا مثلاً هالشركات تساعدوا شوية تساعدوا شوية تساعدوا شوية تساعدوا من البنان مفكرين يروحوا يساعدوكم هوني أولاً بيكونوا عم بيساعدوكم تانيشي أنتو عم بتعطيون كمان إجرم أعلى من ممكن هوني هون بيكون في شارينغ ومع الفكرة أنه يدلون يرجعوا يعني نحنا فيه بالبنان فكرة أنه المغتربين أو اللي عم بهاجروا خسارة للبنان بهالعالم اللي كلياتو صار أنه العولة مفتوح على الكل صفة الواحد بده يحسب أنا هالمخترب عم بيروح كيف بقدر دلني عم بقدر يعني إجزبه هو وكل الكوميونيتيزي عم بيبنيها بالمختاري وفي بلاد بالجوار عم بيعملوا هالشغل يفهمينينا فإذا مثلاً عندهم إنجينيرز بيشغلوا بإنتال أو بإي بي أم أو كذا يمكن هولي ما حيقدروا يرجعوا يشتغلوا بلبنان بس كيف نحنا بنقدر نستغل بوجودهم هناك ليقدروا يفيدوا اقتصاد لبنان وهون فيني أعطيك بعض إحصاءات كتير مهمة وكتير مثلاً بريطانيا كلها بريطانيا اللي هي يعني من من أكبر اتصادات البنان بيجي عائدات من المختربين لبريطانيا أقل من مليارين بالسنة كلها نحن 8 مليارات هل بتقولي طب معقول شو؟ بيشتغلوا بريطانيا بلد معاولا من 150 سنة عائدين فيكتوريا بس شوف شو بيعملوا الفرق هن اللي بيعملوا الفرق انه بيلاقوا الطرق هالمختربين يرجعوا فيه كوفي انفستمنت بالبلد فالنشاطات الاقتصادية عم بتصير ببريطانيا يعني هون كتير أنا بس بدي ارفت النظر انه فيه كتير نحن بنعرفه وكل المشاهدين بيعفو انه كتير لبنانيين مختربين اكيدة يعني اغنياء كبار جربوا يجوا على لبنان جربوا يفيدوا البلد بس بكل معنى الكلمة يحقول كلمة يمكن بشها هشلون لانه ما فيه طريقة حضارية طريقة متل ما قال كمان كفي مؤتمر ارسموا للمختربين للبزنسمين تيحطوا مصاري ويعملوا مشاريع اجا انا لانه كنت باميركا ومكما قلت حضرتك ابلد شخصيات على قريبا يعني مساءن يحضروا كتبت تاريخ بالسيزن 2 كمان كان هيدا همون انه نحنا عالبنان جربنا منه ننزل بمشاريع بس معنا مصاري بس ما كان فيه مشاريع ما جينا ما فيه مشروع حاضر واقعي هيدا هو ناقص البلد يعني سوري قطاشتك وقد بدي شوف اليوم شو رأيك بدور المغتربين بالانتخابات خاصة انه اليوم حلو الانسان المواطن اللبناني لو عايش بافريقا او باستراليا او بامريكا يحس انه هو كمان عنده رأيه وعنده افكار يعني عنده كمانه يمكن حزم معين شخص شخصية سياسية معينة بيحب ينتخبه نحنا بعتقد في علامة استفهام كبيرة بالاختراب ليش ما فاتوا وسجلوا حالوا للانتخابات هلا بلا ما نفوت كتير التفاصيل بس بغير وقت بس نحنا تسجل عشر تلاف مغترب من قبل تقريبا سبعمائة ألف مسجلين بإحصاءات بنك دولي كذا من المغتربين فإذا هنه من مهتمين بالانتخابات انا بقلك مهتمين بس بنفس الوقت ما شايفين في كتير تغيير يعني أنا لما هجرت بال 87 هجرت رحت على الغربي نفس السيستام بعده موجود اليوم أكيد إذا أنا بدي أجي كلبناني مغترب وانتخب لنفس الطريقة لنفس الناس بعدين نحنا كلياتنا اللي بأستراليا اللي بأماركا اللي بكندا اللي بأوروبا تعلمنا أنزمة بتقدر تمثلنا فإذا نحنا بلبنان كبلد شو عم بيعطينا تمثيل لبنان غير أنه يقلنا فيكم تتخبوا نفس النواب اللي كان فينا من 25 سنة انتخبوا لنا فلينا صح ولو هم تحسوا فيه نحن المواطنين اللي عيشين في لبنان عم نحس فيه حلا أنتو بتشوفوه من بره بعد أحسن لأن نحنا عيشين فيه أبشى يعني واحد لازم يبعد لتشوف الأمور بطريقة أوضح مع هيدا وكله أنا بقلك المخترب منه كتير مفهوم الليبناني نحنا أول شيء الموضوع الطائفية لنا انفقد مع السنين ليه؟ لأنه مننا عيشين بهيكي أنزمة بقى أنا بأماركا ما بتفرق ما حدا بخامسة وعشرين سنة ما حدا نسألني ديني ما حدا نسألني شيء برافو علي في احترام للإنسان بس طبعا هيدا هيدا شغلي نحنا الأحزاب السياسية بلبنان ما بقى تعني لنا شيء في كتير في عندك ناس عندهم بس نحنا بالنسبة لنا بهمنا يكون عندنا تمثيل بالنسبة للمغتبين جديد صح 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 عكل حال رح نرجع على هذا الحديث المشوق بس منبقى مع وقفهم شاهدين الكرام منتابع فقرة كتاب مع الكاتب اللبناني الأمريكي المغترب اللبناني المغترب ويسام يافي كتبك كتاب تتحدث عن مشاكل الاقتصادية والاجتماعية بلبنان والمنطقة العربية لأنه تتحدث كتير كمان عن المحارب العراق عن يعني هلأ شو عم بيستير بالعالم العربي العربي ثورة الأرز بلبنان وما بعدها يعني منشوف كلها بحسك عم تكتب خاصة لهالجيل الجديد واليوم ابنك معنا بالستوديو هو وما بيحكي عربي وأنا زاليني منك لازم أنا بلاقي اللغة العربية طبعا وشو بتلاقي انت تيضل هالجيل الجديد قريب عن وطنه باعتقد أهم شي نتعلم من الماضي يعني أنا اللي بيخوفني من الجيل الجديد أنه خصوصا هلأ كنت بالمدرسة طبعيتي عم بزورها وعم بيحكي مع تلميذ من كم يوم عم بينسوا الماضي الماضي الحزين طبعا بلادنا يعني فلازم يتعلموا لازم يتعلموا من اللي مضى ولازم يتعلموا من اللي إجا قابلهم ما معناتها أنه يفرضوا على حالهم أو يعملوا لازم يتعلموا على حالهم كيف بفكرهم لأعتقد هالجيل حيكون عنده قوة اقتصادية مهولة نحنا ما بنتخيلها جيلة ما بيتخيلها فلازم نحنا نهيقلوا مستقبلوا نعم كمانا بتقسم كتابك لعدد هيك من السكشنز المهمين كتير وبتحكي عن أمور كتير من مثل ما قلت من حرب العراق وغيرها بس في شي لفتلي نظري وهو أكيد بقتها تحكي أخاصة عن لبنان بتقول يو جاست دونت كل حريري وبتحكي كتير عن ثورة الأرز وعن مقتل رئيس حريري ليه؟ يعني أنا بكل ما جيتي على لبنان وخصوصا بالألفين جيت وتعرفت وقتها كنا عم نعمل دراسة بهارفرد وتعرفت على اللي كانوا عم بيديروا البلد مع أنه هو الحريري بوقتها كان خارج الوزارة وتعرفت عليه وتعرفت على غير أطراف بكل لبنان أنا ماني ماني حزبي ماني ما بنتمي لحدا أنا أصلا عايش برا منك بالموقع بالفعل فدايما عم جارب كنت اطلع لا أقدر فتش على الحقيقة حقيقتي ما بعرف إذا حقيقتي جميع فالتقيت معه كشخص والتقيت وتعرفت عليه وعلى مشاريعه وهلأ في واحد اقتصاديا في برو في كون وكذا ماشي الحال بس كشخص هو مخترب ورجع ليساعد بلده فأنا بالنسبة لي كان كانت تراجدي للبنان أنه بغض النظر عن السياسات أنه مخترب رجع يساعد بلده يعني عم تقتل رمز كنت لكتير مختربين كان رمز وهو مخترب يعني اغترى بلبنان 30 سنة بلك أكتر مني وبعدين رجع ليساعد بلده وليموت بهالطريقة كانت أنه محزنة إلنا ما في شك وما في شك وكانت صدمة للكتار بتحكي عن قبيع العربي وبتحكي على ما جاء بعد قبيع يعني خاصة بمصر بيتونس البلدين ما نشوف أنه اليوم من بعد ما سأت كل الديكتاتوريين سأتوا ولكن اليوم شو عم نشوف اليوم بعتقد حتكون معركة اقتصادية على المدى المتوسط للبعيد يعني أنه ما بعتقد حتكون ما في حلول بالمدى الأصير وبلبنان شفت نفس الشي بالألفين يعني لما كنت عم بعمل دراسة بألفين وجيت مع هارفورد وقت لا نعمل الدراسة شفت في عنا مثلا فرقة أنه اقتصاد عم بفيد فريق وما عم بفيد أفريقا هذا موجود بكل العالم باركي ما بالخليج بس باركي بغير بلاد بأمريكا الشمالية هون باللوفانت إلى آخرية فهي معركة اقتصادية على المدى المتوسط للبعيد ليقدروا هالمجتمعات العربية تقدر تجعل تركلج اقتصاداتها ما حتكون هيني حتكون صعبة نحنا هون بلبنان أنا بعتقد يعني عندنا جزء من الديمقراطية قديمة بس لازم نركلجها مشان هالفرق بالاقتصاد الفقر نشيله خلينا الأغنياء الموجودين بلبنان ما بس يفكروا بكيف يقدروا يكونوا أكتر أغنياء خلينا نفكر من ناحية بدولة كيف يقدروا يوزنوا المجتمع طبعاً مشان ما يصير عندنا مشاكل عم تصير بغير حق معك حق وحلوك شدير في شي لفتلي نظري بتقول It is about time for women to vote for women يعني أنت حضرتك بتقول أنه النساء وهلأ كل النساء رح يكونوا معك ورجال أكيد في فريق من الرجال أنه النساء لازم يكون عندها دور بالسياسة والمرأة لازم تنتخب امرأة وهذا كتير مهم هذا أول شيء يعني أنا بعتقد المشكلة الأساسية وكتبتها بكتابة إذا المرأة بالعالمنا العربي وبلبنان خصوصاً اللي ما عندها أي عائق أن تنتخب المرأة هي المشكلة عم بتسبب حالها فالمرأة أولاً لازم تنتخب نفسها ومع العلم أنه أنا يعني ما عندي فرق من ناحية السياسي وكذا بس أنا بتمنى أنه هلأ بما أنه ما بقى في رئاسة وزارة لماذا بيقرروا يعملوا رئيسة وزارة بدل ما يعملوا رئيس وزارة؟ هذا طرح اليوم منقول أنه مدين ما يبقى الفراغ يكون فيه امرأة على كرئيسة وزارة امرأة رئيس وزارة ما تكون منتمية لأي كذا يكون كمان أنه هون نيوترالة على كل حال بتريش الشعوب الرؤساء الوزراء النساء مثل مارغاريت تاتشر وغيرها كانوا من أعظم رؤساء الوزراء يعني اليوم ما ناقص الشيء الأمرأة وأنا بضم صوتي لنص صوتك وتحيلة ومن انفرونت اللي أنا عم تشارك معهم أيضا اللي هنه هدا هو يعني ها سياستهم ويعني كل اهتمامهم هو لهالشي أنه يكون عندها الامرأة دور فعال بالسياسة أصلا بتغير كتير لأنه هي سلمية وبتفهم وواعي وبتضحي أيضا طبعا مية بالمية لازم اللبنانية يفكروا بهالشي وليش ما نكون أول بلد عربي بيعمل رئيس بيزارة؟ صح على كل حل دراستك وكتابك رائعين ويساميا في منتشكر حضورك معنا شكرا إن شاء الله إنه يرجعوا المغتغبين يكون عندهم دور فعال والحكومة اللبنانية تلئي لهم كمان أدوار تعطيونيهم يهتموا أكتر بهالوطن اللي عن جد دعانو إن شاء الله إذا ما اشتغلنا كرميلو إن شاء الله مرسي لوجودك معنا مشاهدينا الكرام أنا بودعكم وبشوفكم نهار الخميس هلأ بنبقى مع زميل تغولة